تقدم حسن الفخوري الى مكتب رئيس امن مدينة اسفي ابلغ الكتابة بانه يريد مقابلة الرئيس لامر هام لم تمر سوى بضع دقائق حتى فتح له باب الرئيس حسن الفخوري هو ابن الحاج الهشم الفخوري الذي توفي منذ نحو اسبوعين وكان الحاج الهشم من كبار تجار المدينة كما كان له حضور في مجال الصيد البحري اذ كان يملك عدة سفن حسن كان الولد الوحيد للحاج الهشم من زوجته التي توفيت قبل ازيد من عامين عائلة الفخوري عائلة محافظة وتحظى باحترام كبير في مدينة اسفي كان حسن متوترا وهو يستقبل في مكتب رئيس امن اسفي لم يكن يستطيع اخفاء علامات الحياة التي عالت وجهه ولكنه ما لبث ان استعاد هدوءه ابلغ رئيس الامن بانه جاء ليسجل شكاية ضد امرأة تدعي انها ارملة والده وتزعم انه تزوجها سرا قبل فترة قال حسن ان والده توفي في الثالث عشر من يوليوز من العام واحد والفين وان تلك الشابة وتدعى ظهور شريد حضرت الى البيت وقالت انها ارملة الحاج الهشم الفخوري ادعات انه تزوجها سرا قبل ستة اشهر ولتأييد مزاعمها قدمت نسخة من عقد الزواج كان رقم بطاقة التعريف الوطنية لوالده مسجلا بوضوح في ذلك العقد وكانت ظهور شريد ترتدي جلبابا ابيض وغطاءا للرأس ابيض ارملة في حداد قال حسن الفخوري انه وحفاظا على سمعة العائلة اوى تلك المرأة الشابة التي تدعي انها ارملة والده في بيت العائلة مرت مراسم العزاء دون ان يثار اي مشكل وفي اليوم الرابع قالت ظهور انها تريد ان تنتقل الى منزل والدتها وزعمت ان الراحل الحاج الهشمي كان يأتي عندها الى ذلك المنزل ذات رداء الابيض التي كانت تبدي اسفا وحصرة كبيرين على فراق الحاج الهشمي لم تخفل وهي تغادر منزل عائلة الفخوري ان تطلب من حسن ان يبادر الى تصفية التاركة ويعجل بالامر كانت تصر على تصفية الميراث قبل ان تنقضي عدتها انشغل حسن باحصاء تركات والده مرت عشرة ايام وفجأة تفطن الى انه من باب البر بالوالد تفقد حال ارملته قصد الى العنوان المذكور في نسخة عقد زواج لم تكن في البيت ولكن احدهم قال انه خالها اخبر حسن بانها ذهبت الى المقبرة لزيارة قبر زوجها الفقيد ترك لها مبلغا من المال لتدبير شؤونها ووعد بالعودة لزيارتها بعد يومين او ثلاثة ايام لما عاد بعد تلك الفترة لم تكن موجودة بالبيت هذه المرة ايضا قيل له انها خرجت لقضاء بعض الاغراض بعد ساعة كانت قد عادت الى البيت لاحظ حسن ان الارملة ارتدت اثوابها البيضاء فوق ملابس لا تليق بارملة في فترة العدة لاحظ ايضا اثار مساحق التجميل على وجهها كانت مضطربة كانما فاجأها بحضوره الى البيت تصرفات زهور الارملة الشابة اقلقت حسن ايقن انها تكره زياراته ولذلك تفتعل ما يجعله يعجل بالانصرف في المرة الاخيرة كانت اشارتها اكثر وضوحا قالت انها سوف تتصل به هاتفيا ان احتاجت اي شيء بدى ان وراء الامر سرا يتعين كشفه ما كان يعلمه قبل ان تدخل مشهد عائلة الفخور تلك المرأة التي تتشح بالبياد ان الحاج الهاشم الفخوري بعد ان توفيت زوجته كان يرفض الزواج من امرأة اخرى رفض ايماءات وايحاءات عدد من افراد عائلته يذكر حسن انه بالغ مرة في الالحاح على والده ما اضطر طبيبه الى التدخل ليبلغه بان الحاج الهاشم لم يعد يقوى على المعاشرة الزوجية تذكر حسن كل ذلك واراد الان وقد رحل والده الى دار البقاء ان يعلم من الطبيب السبب الحقيقي الذي جعله يقول ان والده لم يعد يقوى على المعاشرة الزوجية قصد عيادة الطبيب لما استقبله نقل اليه سؤال الذي كان يحيره قال له ان والده تزوج في السر من امرأة شابة استغرب الطبيب قال ان الحاج الهاشم الفخوري فقد القدرة الجنسية منذ فترة طويلة قبل وفاة زوجته والدة حسن وانه حاول مساعدته غير ان المحاولات انتهت الى التأكد من استحالة الشفاء اججت اجابات الطبيب اكثر شكوك حسن الفخوري فيما تدعيه زهور شريد قرر التحرك وقبل ان يقصد مكتب رئيس الامن في اسفي استعان بخبرات صديق له هو رجل امن متقاعد طلب منه ان يراقب تحركات زهور بعد ايام جاء الشرطي المتقاعد يحمل معلومات هامة قال لصديقه حسن ان زهور شريد امرأة سيئة السمعة في الحي الذي تقيم فيه لاحظ ايضا انها تخرج كل يوم الى شاطئ البحر يرافقها شاب معروف بسلوكه المنحرف شهد وهو يختلي بها في اكثر من مكان كتم حسن غيظه لم يرغب في القيام باي تحرق متسرع اراد ان تكون الصورة مكتملة لديها استشار خالته فوعدته بان تتقص الامر كانت الخالة تعرف المسئولة عن حمام النساء في الحي الذي تقطنه زهور وعائلتها قصدت الى الحمام ذابت بين النساء وكانت الطيابة قد اخبرتها بوجود المرأة وامها في الحمام كما انها دلتها عليهما كانت مفاجأة الخالة كبيرة لما وقع نظرها على ام زهور شريد لم تكن سوى تلك المرأة التي كانت خادمة في بيت الحاج الهاشم قبل وفاة زوجته والتي طردها لسلوك مشين قامت به كان كل افراد العائلة يعلمون ان تلك الخادمة بعيد وفاة زوجة الحاج الهاشم اقتحمت عليه غرفة نومه ذات الصباح وبرفقتها فتاة شبه عارية ولكنه كان صارما وطردها كان الحاج الهاشمي قد لاحظ في حينه اختفاء عدة ملابس ذات قيمة تعود الى زوجته المتوفاء كما لاحظ اختفاء حافظة نقوده وفيها بطاقة تعريفه الوطنية لم يرد ان يعطي للمسألة بعدا اخر وسارع الى استخراج نظير لبطاقة التعريف التي سرقت منها كان رئيس الامن في اسفي يصغي باهتمام كبير الى ما حكاه حسن الفخوري ولما انتهى الى ما سبق طلب من رئيس الامن ان يساعده في الوصول الى الحقيقة والتمس منه ان يبقي على الموضوع سرا بما يحفظ سمعة عائلة الفخوري اوكل الملف الى الضابط الممتاز احمد العسري طلب منه رئيسه ان يباشر الموضوع بعمليتين يقوم بهما فريقه بالتزامن الاولى اجراء بحث دقيق حول السيدة زهور شريد وعائلتها والثانية الحصول على نسخ من الوثائق التي استند اليها العدلان الذان تولى ابرام عقد الزواج زواج الراحل الحاج الهشم الفخوري بسيدة زهور شريد وما كاد يحل المساء حتى توفرت لدى رئيس الامن في اسفي معطيات تؤكد الشكوك التي عبر عنها حسن الفخوري فوالدة زهور شريد وزوج والدتها معروفان بالتعاطي للوساطة في الدعارة كما ان الملف الذي استنسخه الضابط الممتاز احمد العسري من محكمة التوثيق تضمن نسخة من بطاقة تعريف الراحل الحاج الهشم الفخوري وقد تبين بعد مقارنتها مع جذاذات مصلحة التشخيص القضائي انها مزورة الصورة التي تحملها نسخة بطاقة التعريف الوطنية لا تعود الى الراحل الهشم الفخوري بل هي صورة شخص اخر يجري البحث للتعرف عليها في اليوم التالي اتصل الضابط بمقدم الحي الذي تسكنه عائلة زهور شريد بعد بحث قصير تبين ان الصورة هي صورة عثمان غريس زوج فاطمة ناموس والدة زهور عاد الضابط الى المفوضية ونقل الى رئيس الامن تلك المعلومات تقرر بعد الحصول على اذن من وكيل الملك احضار كل افراد هذه العائلة وتفتيش منزلها اخذ الضابط الممتاز احمد العسري مجموعة من افراد فرقته تعززها الضابط الهام الباشوشي وكانت قد التحقت حديثا بمفوضية اسفي لتكفل بالنساء وتفتيشهن في ساعة العاشرة صباحا ذاهمت المجموعة البيت الذي تسكنه عائلة زهور شريد وتم تجميع النساء في غرفة والرجال في غرفة اخرى وكانت عناصر الامن تحرس كل فئة من الفئتين بحضور زهور شريد ووالدتها فاطمة ناموس وزوج هذه الاخيرة عثمان غريس تم تفتيش المنزل المتكون من طابقين كادت العملية تنتهي دون العثور على ما يفيد ولكن في لحظة اخيرة وتحت فراش عثمان غريس تم اكتشاف حافظة اوراق وقد لفت بعناية في كيس من البلاستيك تم اغلاقه باحكام بعد فحص حافظة الاوراق الجلدية وفتحها تم العثور بداخلها على بطاقة التعريف الوطنية لعثمان غريس والتي اقتلعت منها صورته وايضا بطاقة التعريف الوطنية للحاج الهشم الفخوري وقد وضعت عليها مكان صورته صورة عثمان غريس سيق الجميع الى مقر الامن الاقليمي بدأ التحقيق مع ظهور شريد التي ظلت تتمسك وباسرار غريب بالدعائها انها ارملة المرحوم الحاج الهشم الفخوري وجاءت اقوال امها فاطمة النموس تدعمها بدت الشابة وامها وكأنهم استعدت ومنذ فترة لمواجهة محققين في غرفة اخرى كان يجري استجواب عثمان غريس وبصعوبة تمكن الضابط من اقناعه بان الادلة التي تم العثور عليها تجعله في مواجهة عقوبة حبسية كبرى ان هو لم يعترف وهكذا فكت عقدة لسان عثمان غريس قال انه متزوج من فاطمة النموس منذ ثلاثة اعوام بعد ان عاشرها بطريقة غير شرعية خمس سنين قال ان زوجته لما علمت بان مشغلها السابق الحاج الهشم الفخوري طريح الفراش وان ايامه صارت معدودة طلبت منه ان يساعدها في تزوير بطاقة التعريف الوطنية للحاج الهشمي التي كانت قد سرقتها من بيته قبل ان يطردها اقتضت الخطة ابرام عقد زواج باسم الحاج الهشم الفخوري على زهور شريد ربيبة عثمان غريس وضعت صورة عثمان على بطاقة تعريف الحاج الهشم الفخوري وتم تغليف البطاقة انطلت الحيلة على العدلين الذين قام بكتابة العقد ظلت فاطمة النموس تتقصى اخبار الحاج الهشمي ولما علمت بوفاته البست ابنتها زهور لباس الحداد جعلتها تتشح بالبياض وقادتها الى منزل الحاج الهشمي معلنة انها ارملته وانه تزوجها سرا منذ ستة اشهر قال عثمان غريس للمحققين انه اخفى الوثائق التي تثبت ذاك الزواج المزعوم بعد ان احس ان البنت زهور شريد تتعالى عليه منذ ان علمت انها على الطريق لترف فروة الحاج الهشم الفخوري الذي لم يخلف سوى ولد وحيد اعترافات عثمان غريس لم تترك لزوجته فاطمة النموس هامشا كبيرا للاستمرار في الانكار وكما سعى عثمان الى تحميلها القسط الاكبر من الجريمة سعت هي الى تحميله كل الجريمة قالت انها سرقت من الحاج الهشم الفخوري حافظة اوراقه للانتقام منه بعد ان اهانها بطردها وابنتها من منزله وان فكرة تزويجه من ابنتها زهور وجعلها تلعب دور الارملة انما كانت فكرة وسوس بها عثمان غريس لم تكن ذات الرداء الابيض ارملة الحقيقية كانت طرفا في جريمة تمكنت الشرطة من كشف كل اطرافها ترجمة نانسي قنقر